نحن لم نتهم هذه كانت حقائق حقائق هذه حقائق تحقيقية حثت حرائق في أسواق كركوك حرائق في أسواق دهوك وحرائق في أسواق أربيل طريقة الحرائق كانت غريبة يعني باكيت سقائر نعم أو علبة حلويات أو شيء معين بمادة أو عجينة معينة تلقى في مكان معين وما تشتعل مباشرة تأخذ فترة وقت وبعدها يحدث حريق كانت الخسائر كبيرة يعني أرقام عالية جدا ما أذكرها بالضبط جد خصوصا في أربيل يعني كان في سوق البالة وفي مكان آخر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية دققت بهذا الملف بشكل كبير جدا ظلت التابع الموضوع كان مدروس الحرائق على أسواق بين فترة ومعينة أكوسوك رجعوا لمرتين أو ثلاث مرات تحاولوا عليه في أربيل في أربيل في أربيل في أربيل هذا رجعوا عليه مرتين وفي كاركوك أعتقد أكوسوك هم رجعوا علي مرتين نعم فبقت تشتغل وكالة الاستخبارات وفريق العمل ويدقق والتقنيات التي توصل إلى خيوط بعملية مهنية جدا وصعبة جدا تم التوصل إلى هؤلاء وإلقاء القبض عليهم وبالتالي اعترفوا بانتماؤهم إلى البيكاك عناصر من حزب العمال الكردستاني كانوا ينصر يعني سبعيدا ذكر الأعداد لأن الموضوع يحتاج إلى تكتم تكتم بعض الشيء لأنهم ولكن جزء من اعترفاتهم كانوا يخططون أو نفذوا عملية في إحدى دول الجوار ويخططون لعمليات في دول أخرى عملية أيش يعني؟ أيضا حرائق حرائق استهداف محاصيل زراعية حرائق ما شابه من هذا هذه العمليات فقط في أقليم كردستان أم تعدد حدود الأقليم إلى محافظات كان في النية إذا يكون بالاعترافات إذا يكون ضغط على هذا الجانب المعين أن ينفذون أيضا حرائق في الشورجة وفي سوق جميلة وفي أماكن أخرى كان أكوهيتش تختار هذا الجزء من الاعترافات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر